تضمن جداول زمنية كل ملعب يحتاج ويقدر فلوسه ويقدر فترة ليأخذها المهم أنه أنا وعدد دولة الرئيس ووعدد الأخوة للحكومة بأنه خلال سنتين إن شاء الله تتحول كل ملاعبنا إلى نفس المستوى ملاعب العالمية لأن موضوع الـ Info-Straction وموضوع الملائب رح ينعكس بشكل إيجابي على النقل التلفزيوني وعلى الحقوق التي ممكن أن تتحققها لإرادات المتحققة من خلال النقل التلفزيوني لذلك تشوف نحن حتى على شركة أشتار الآن فرضنا أنه كل شيء يتغير من كاميرات SD لهم إلى كاميرات 4K عدد الكاميرات التي تستخدم التقنيات التي تستخدم الشركات العالمية التي يجب أن يتعاملونها بموضوع التحليل الفني والآخر فلذلك الوضع كل هذا يتغير أنت اللي شركانا المشكلة إحنا أدنا الآن شريكنا كبير واحد من الكبار في عالم كرة القدم والإرادات اللي حققها من حقوق النقل التلفزيوني هي إرادات كبيرة جدا وبالتالي أنه إحنا دا نعمل يعني سويا بخصوص هذا الموضوع هو اللي يضيف إلى الدوري ويضيف إلى المشاهد متعة عدماء مشاهد المباريات من أرضيات إلى إنارة لأن إحنا هسا الملعب مالتنا كلها موضوع الإنارة الإنارة ضعيفة جدا مقارنة بالإنارة اللي موجودة في ملعب العالمية باستثناء يمكن ملعب المدينة الرياضية اللي معقول نقول يعني في الحد الأدنى للعالم الآن الإنارة في العالم الآن لأن الفيفا ستندر أو مواصفات كأس العالم اليوم ما بين 3800 إلى 4200 لوكس ملعب كأس العالم في قطر أحنا أكبر أعلى ملعب أدنى 2400 عما بقية ملعبها كلها بالألف وشوية والبتاليين تشوفوا الإنارة شوية خافتة مشكلة بيها لذلك نبحث كل هذا ووضعين يعني تنوضع دراسة متكاملة ويستم تقديمها إلى السيد رئيس الوزراء المحترم للاطلاع عليها بعدها أنه يعني صار اتفاق أنه هاي اللجنة الرباعية تشكل لإنجاز هذا المشروع الوطني الكبير بالإضافة إلى ذلك اليوم احنا ما ممكن اليوم نطور كل هذا من دون التفكير بتطوير الأندية وعمل الأندية لأن اليوم الأندية أيضا تحتاج إلى ملعب للتدريب تحتاج إلى تطوير تطوير كواته الإدارية والمالية والقانونية والفنية والتسويقية وهذا عمل كبير جدا لذلك تشوف الورشة اللي صارت في إسبانيا قبل قبل يمكن 3-3 أو 3-4 في نهاية قبل نهاية العام الماضي في زيارتهم والاطلاع على كل ما طبيعة عمل اللاليقة وزيارة الأندية الكبرى بالتالي أنه رجع بانطباعات مختلفة كليا لذلك احنا في ثورة في عالم كرة القدم تحتاج إلى جهود كبيرة من الجميع لأن هذا المشروع أؤكد هذا المشروع هو ليس مشروع عدنان درجال ولا مشروع أخواني في اتحاد كرة القدم هذا المشروع هو مشروع دولة يجب أن يتعاون الجميع من أجل إنجاحها إنجاحا